النهاردة خطاب رسمي لثلاث نجوم من صفوفه للانضمام إلى المنتخبات في الأجندة الدولية المقبلة المنتخب التونسي والاتحاد التونسي طلب بشكل أولي ققائمة أولية علم علول ومحمد الضو كريستو للانضمام لمنتخب تونس في المعسكر والأجندة الدولية هتتلاح في الفترة من يوم سبعة ليوم اتنشر تسعة تونس عندها مباراة يوم سبعة وعندها مباراة تانية مع منتخب مصر بإذن الله يوم اتنشر تسعة ده بالنسبة لعلم علول ومحمد الضو كريستو كمان بيرستاو تلقى خطاب من الاتحاد الجنوب إفريقي بطلب ضمه لمعسكر الأجندة الدولية القادم لمنتخب جنوب إفريقي عنده مباراة أيضا خلال الفترة المقبلة فبالتالي تلات لاعبين من محترفين النادي الآلع يكون عندهم انضمام للأجندة الدولية ومعسكرات منتخبات بلدهم تونس وجنوب إفريقي حتى الآن أليو ديانج لم يتلقى استدعاء من الاتحاد المالي نفس الأمر أحمد قندوسي لم يتلقى استدعاء من الاتحاد الجزائري فبالتالي دي أبرز الخطابات اللي جات للعابين الأجانب اللي المفروض ينضموا لمنتخبات بلدهم خلال الفترة جانية يا رب فترة اللي جاية بعد مشاركة ريدا سليم يكون في استدعاء ليه من المنتخب المغربي زي ما حصل قبل كده مع بدر بنون بدر بنون ما كانش بلعب في منتخب المغرب الأول لفترة طويلة جدا ولكن لما انضم للنادي الآلي وبعد راحة احتراف في قطر بدر بقى لعب بمواصفات دولية فلعب مع منتخب المغرب وكان من خصن حظه ان تواجد في كاس العالم في قطر في شهر ديسمبر الماضي وعشان كده حتى النادي الآلي طلق رقم مدي جيد جدا من الاتحاد الدولي نظير مشاركة بدر بنون لان بدر بنون في السنتين اللي قبل كاس العالم لعب منهم سنة ونص في النادي الآلي فكان يستحق النادي الآلي قيمة مالية جيدة على ان اعد هذا اللاعب بشكل جيد عشان يمثل منتخب بلده ضمن برنامج الفيفا عده للاتحادات او للاندية اللي بيبقى ليها دور في اعداد اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلدهم فانتمنى يا رب الفترة الجاية ريدا سليم يكون احد العناصر البرزة اللي ممكن وليد الرجراكي يضمه في معسكر منتخب قصود الاطلس خلال الفترة اللي جاية